بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ومع الفتاوى الرمضانية وارض إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصوم بأنه لنفسه فقط دون الأركان الخمسة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد يقول جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصيام وحده هو العمل الذي بين العبد وربه الصلاة ممكن تراء الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل طب الصيام الصيام لله وهو يجزي به لأنه عمل بينك وبين الله ممكن الواحد يدعي أمام الناس أنه صائم وإن خلأ بنفسه في بيته أكل وشرب لكن مين المطلع عليك الله جل وعلا الله يطلع عليك حين صومك عارف مين اللي صايم ومين اللي مفطر مين اللي صايم لله حق الصيام ومين اللي بيدعي الصيام كل عمل ابن آدم له كل الأعمال اللي بتعملها لك إلا الصوم فإنه لله والله يجزي به قال وَأَنَا أَجِزِي بِهِ لذلك ربنا سبحانه وتعالى أقول لنا في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يعني إلا أبلنا كانوا بيصوموا آه كانوا بيصوموا لكنهم كانوا ليصومون رمضان إنما إحنا الأمة المحمدية أمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفقنا الله للصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصوم يبقى ربنا أمرنا أن نحن نصوم شهر رمضان وهذا لأمة النبي دون غيرها من الأمم فخص الله الصيام بأنه لنفسه دون بقية الأركان لأن الله هو الذي يجزي عليه لذلك يقول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطر عند المغرب أو الملأذن يؤذن بيفرح أنه سيفطر وإذا لقي ربه فرح بصومه لما ييجي يموت هو صائم هنيئا له لأنه سيفطر في جنات عرضها السماوات والأرض لذلك ربنا جعل الصيام له دون الأركان الخمسة كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيامة والقيامة وصالح الأعمال اللهم أمين يبقى أنا في الحلقة دي اتكلمت مع حضراتكم في البداية عن موقف نبوي اللي هو إنما الأعمال وبالنيات واتكلمنا عن الرجل مهاجر أم قيس هاجر لأجل الدنيا ولأجل امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه والدعوة بتاع النهاردة هدية ربنا لنا في القرآن نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وشوف حضرتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا